يومي 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 نصر وحد اللي هذا حال الكثير من عائلات محافظة البصرة أغنى محافظات العراق يفترشون الأرض ليلا ونهارا كأنهم خارج زمن العراق النفطي الغني بثرواته تحولوا لمنظر عابر لا يختلف عما تعيشه الكثير من دول العالم الفقيرة لكن وجوده في العراق يثير الكثير من الأسئلة عن الواقع المر الذي وصل إليه هذا البلد ففي الوقت الذي تشجع فيه الكثير من دول العالم على زيادة نسبة سكانها وتحتفي بغزارة الأيدي العاملة لديها بات هذا الأمر في العراق مصدر قلق للنظام السياسي الذي يرى بارتفاع عدد السكان أزمة خطيرة تفضح حجم فشله في استيعاب المواليد الجدد وتأمين حياة كريمة لهم فقد كشفت تقديرات وزارة التخطيط الحكومية مؤخرا عن ارتفاع عدد سكان العراق إلى 40 مليون نسمة في نهاية عام 2020 وتوقعت تزايد العدد ليصبح 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 وبعيدا عن فشل السلطات الحكومية بإجراء إحصاء سكاني دقيق منذ عام 2003 واعتمادها في ذلك على طرق بداية كالبطاقة الغذائية للمواطني تقر وزارة التخطيط بأن نسبة النمو السكاني لا تزال عند معدلاتها الطبيعية إلا أن الأهم في الأمر هي المخاوف التي أعربت عنها الوزارة بسبب ارتفاع معدل الفقر في العراق إلى مستويات كبيرة ففي محافظة المثنى بحسب الوزارة ارتفعت نسبة الفقر إلى 50% أما في القادسية فقد ارتفعت النسبة إلى 49% هذه النسب المرتفعة رأى فيها مراقبون عكاسا لحالة الإفلاس الحكومي حيث تعجز السلطات عن وضع خطط مدروسة لمواجهة الأزمات التي يعيشها العراقيون وعدم امتلاكها الخطط لمواجهة عدد السكان المتنامي كذلك يرى المراقبون أن الزيادة السكانية الكبيرة تتزامن مع عدم خطط التنمية والإعمار حيث أن الخدمات والبنى التحتية مبنية على عدد السكان قبل 20 عاما ما سيقود البلاد نحو حالة من الفشل المزمن في جميع مناحي الحياة حالة يؤكد هؤلاء أن العراق لن يتجاوزها ويخرج منها بسهولة مدام نظام المحاصصة الطائفي يهيمن على المشهد العراقي